أحكي مع نتالي مشاكي اللي هي ممرضة مجازة بالعناية القلبية وعناية القلب المفتوح بمستشفى جبل لبنان صباح الخير صباح النور قدرت تزمتك قدرنا نسرقك شوي من هالعمل المضني وال يعني خليني أقول عمل ليلة النهار أنا عم توصلوا الليل بالنهار لتقوموا بعملكم يعطيك ألف عافية نتالي وأهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك أنا بعرف كمان أنه أنت ساكني بمنطقة تحت النيران مزموط مرسي أول شي الله يسلميك مزموط زبطنا هلأ ما معي كتير وقت يعني أول شي بدي بلش أقول ألف رحمة وتحية لكل الشهداء وإن شاء الله الله يشفي كل الجرحة اللي استقبلناهن واللي ما استقبلناهن يعني اللي أجوا لعنا واللي ما أجوا إن شاء الله الله يشفيهم كلهم التاني شي مرحلة كتير صعبة إذا بدي كتبالشي هيك أكيد ما في كتبالشي بمستوى قليل وتوصل إلى الأعلى كتير صعبة صعبة من كل النواح أنك تنصق تكوني بين بيتك وولاديك وعائلتك وأنك تنتبهي لشغلك كمان أصعب يعني ناتالي واضح تأثر عليك نفسيا كيف عم تقدر تحمي حالك لأنه اليوم أنت يعني كموجودة بالصفوف الأمامية بمطرح أصلا حساسك عينية قلب وقلب مفتوح وبالإضافة للجرحة أكيد يعني اليوم عم يستعينوا فيكم لتعملوا شغل إضافة نفسيا كيف عم تقدر تواجه كل هالصعوبات وكل هالحالات اللي عم تشفيها نفسيا أكيد كتير صعبة ومتعبة علينا أن نواجهها أول شي لأنه بعض الفكرك بره فكرك أنه أنت طلعت من بيتك ما بتعرفي لون طلعت فجأة مش أنه أنت كنت مخططة أنك أنت ظاهرة ورايحة مطرح طلعت بدون غراضي بدون ما تفكري لون أصلا رايحة معك أولادك معك مسؤولية ممكن واحد لوحده ما بيفكر كتير مش أنه ما بيفكر بس أنه أسهل 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 بس أنه لما بيكون مع أولاده عائلته بيبقى حاملها أنه وين بدي أتركهن وبدي أرجع على شغله فيه مسؤولية بالشغل كمانا أكبر مش أكبر بس أنه كمانا مهمة كتير بحياتك أنك ما في كتير تركيا خاصة أنه نحن مثل ما قلت أنت أنه بشتغل أوكي بالقلب المفتوح بس نحن نحتاجونا بغير مطارح أكيدة بالطوارئ وكيف قسموا الطوارئ عندنا للحرب يعني كمانا صعبة شو أكتر مشهد هيك بعده مأثر فيك يمكن قصة خبركيها حدا من الجرحة أكتر مشهد ما كان فيه وقت للقصة الصراحة بس أكتر مشهد هني طريقة وقت قصة البيتجر والجاحة اللي أجوا لعنقي الطريقة اللي وصلوا فيها المرضى ما كنت متوقعة أنت نحن كنا من قبل عم نتحضر مثلنا من أكتر المستشفى فيه باللبنان تقريبا عم نتحضر لفكرة أنه كيف تقسيم المستشفى فيه بالرد زون والجرين زون أنه إذا أجه صار فيه حرب كيف نستقبل المرضى وكيف نتعامل معهن وكل واحد فينا أين بيروحوا شو بيشتغلوا شو الاسبوت طبعا شو بيعمل حلق وقت البيتجر ما حدا كان متوقع أنه ما كان فيه حرب أوكي كان فيه ضرب بجنوب بس أنه مش حارب فجأة وصل عدد كبير من الجرحة أصلا ما كنا عارفين هودا الجرحة هني إنه شو صاير إنه شو هني شو صاير مين مين هني أصلا يعني ما كنا منعرف شي فجأة بدقوا الكود ومننزل ما كنا عارفين أصلا شو اللي صاير معهم إنه أوكي جايل عندك جريح بس يعني أول شي بتسألي طب إيه شو صاير آه صار فيه انفجار برا يعني بديك تفكري إنه إيه انفجار بالضحية أو بغيرة ما بعرف وين عائلتك ولا هني شو هودا ناس صار معوا حادث على الطريق ولا شو الفكرة شو اللي صاير هادي بتبقى عم تفكري فيها ما فيك تتركي من إيدك وبالك برا إنه هو انفجار اللي صار حد بيتي حد أولادي عرفته صعبة يعني ناتاليا عطيكي ألف عافية على اللي عم تعمليه وعلى اللي عم بتقومه فيه اليوم كيف كيف قادر تحمي أولادك يعني إلى أي مدى كمان أنت خايفي عليهم زيادة بعيدا عن عملك المهنة كتير خايفي عليهم أكيد هلأ نحنا مثل ما قلت لك فلينا مش ببيتنا نحنا المستشفى كان لها دور كتير 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 كبير من دكتور إليلا مادام جراسيلا كل اللي كيب طبعنا يعني كلهم سندونا وساعدونا ووقفوا حدنا بكل معنى الكلمة يعني اللي تفل من بيته وما قدر ما لقي مطرحة المستشفى فتحت له فيك تنام وفيك تبقى عم بتنامي بالمستشفى؟ هلأ أنا لا يعني أنا صعب بنام وابعد عن أولادي لأنه أنا خطت بيت يعني مطرح كتير بعيد يعني وما صحة حالة لقيت بيت أستأجرنا وقعدنا صعب أني تركنوا هيكي وخاصة أن دوماتنا طويل يعني نرسي بتشتغل 12 ساعة فمن الساعة 7 الصبح للسبعة عشر فيك تقولي أكتر من 12 بين مسافة الطريق يعني صعب أنه فيل مثلا ثلاثة يم كون ثلاثة أربعة خميس مثلا ثلاثة يم وربعة ثلاثة يم ما أجي للجمعة لأشوفهم مثلا عرفتي وخاصة بهالأوقات لو أيام عادية ممكن واحد بضحي شوية بس أنه هلأ بتحسي من نهايني يعطيكي ألف عافية ناتالي مشاك إليك ولكل الفريق الطبي ولكل الممرضين والمصعفين يلي عم تعطوا من حالكم من حياتكم من وقتكم من بيتكم من كل شيء لتقدروا تنقذوا هالأرواح يلي عم توصل لعندكم شكرا كتير لوجودك معنا أهلا وسهلا فيك بديك تختمي بشي بديك تقولي شيء أنا دجائلتون يعني أول شيء بتشكل الأوبيتال اللي ساعدتنا كتير ودجائلتا يعني بوجه تحي ورحمة لكل الشهداء والله يشفي لكل الجرحة وبتمنى بتمنى أنه أول شيء هلأ نوصل لأنه توقف الحرب يا رب الله يسمع منك يا رب شكرا لألك ناتالي أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف رايحة على المستشفى ضغري يعطيك ألف عافية